دائما نطمح أن يكون وضع الصحفي لأن الصحفي الذي لا يملك الرغيف لا يملك الحرية في النهاية والمواطن وليس الصحفي الحرية لها أيضا مقومات هذا الوضع نحن نتابع من خلال النقابات في العالم العربي أن يكون لها دور في تحديد الحد الأدنى لرواتب زملاء العاملين في الصحافة والإعلام ومن خلال وضع سلم للرواتب ودرجات معينة حتى يستطيع الصحفي أن يتحرك بسهولة ولا يكون هناك وسائل ضغط من خلال رزقه على مصداقيته فنحن مع هذا الوضع نتابعه باستمرار مع النقابات العربية كل الصحفيين اللي بتعرضوا لأنهم تحكياتهم الصحفي الميداني البنزل في الشارع وأجروا مش متعدل ألف ومتين جديد صحيح هذا يفترض أن مش بس النقابات هذا فيه دائما فيه شيء في الدنيا اسمه صعوبة عمل في مبالك في صحفي الميداني لا أنا بعتقد أنه في بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية الصحفي الميداني له وضع خاص يعني حتى في الفضائيات يعني الزميل المذيع في الفضائية مزي الزميل اللي في الساحة بتعرض للضرب وبتعرض للإعتداء وبتعرض للإهاني وبتعرض وبركز على مدار الساعة حتى يحصل على صورة أو على خبر أو على معلومة أعتقد أنه في معظم المؤسسات الصحفية وأنا مطلع على ذلك يعني في هذا الموضوع لهم وضع خاص يعني زملاء الميدان هناك علاوة اسمه علاوة ميدان في كل الدنيا يعني أحنا في الأردن عندنا علاوة اسمه علاوة ميدان عندنا علاوة نقابة صحفيين فيه امتيازات تخصص لبعض الزملاء الصحفيين لتحسين أوضاحهم من خلال طريقة عملهم على الساحة مشكلتنا الآن في تحسين الصحفيين العرب لا نعرف من قتل من ومن اعتاد على من وهناك اتهمات متبادلة وهناك الأوراق مختلطة فليست في مصر فقط وإنما في عدد من الدول العربية أنا ذكرت مثل سوريا مثل ليبيا مثل العراق مثل الصومال يعني لا تستطيع أن تعرف في خضم ما حدث في الشارع العربي اختلطت الأوراق وأصبحت الهويات مجهولة في موضوع القتل والخطفة لكن في مصر على الأقل يعني في دولة في سجناء الآن تحدثت عنهم من الزملاء موجودين في السجون هل دورنا أن نتابع ذلك لكن على الأقل نعرف من اعتقل من وفي بعض الدول لا تعرف من اعتقل من الاتحاد الصحفيين العرب تابع موضوع الزملاء من خلال نقابة الصحفيين أولا نحن موجودين في القاهرة ونقابة الصحفيين المصريين جزء من الاتحاد ونقابة الصحفيين المصريين معلوماتنا أنها نتابع ذلك باستمرار هلا نحن نتريث وهناك اتفاق كان بيننا في الاتحاد أنه خلال الأيام القرية للقادم إن شاء الله بعد الانتخابات سيكون صورة مختلفة في موضوع الحريات الألامية في مصر وسيكون الاتحاد بإذن الله دور مباشر في هذا الموضوع من خلال القيادة الجديدة لمصر